قدمنا أنه حلقتنا هي احتفال بسيط بالمتفوقين أو بعض المتفوقين في الثانوية العامة هم استحقوا جداً لأنه ما فيش حد فينا مش عارف يعني إيه الثانوية العامة ومش بس كم المذاكرة إنما كمان الضغط العصبي والنفسي اللي بيكون على الشباب دول عشان لازم تتفوق لازم تبقى أحسن مش عارف من مين لازم تعمل إيه لازم تدخل إيه فبيبقى ضغط نفسي رهيب عليهم والحياة الضغط ده يعني بيتجاهلوا وبييتجاهلوا الحاجات السلبية اللي ممكن تحصل مننا كأهالي وبيعدوا وبيتحدوا وإرادتهم هي اللي بتنتصر في الآخر بيتفوقوا فعلا يعني يستحقوا جداً إحنا نتعرف عليهم ونحتفل معاهم خاصة لما يكون واحد منهم واحد من الشباب اللي معايا عنده مشكلة هو من ذوي الاحتياجات الخاصة وعنده مشكلة لكن المشكلة دي ما وقفتشي أصاد إنه ينجح وتفوق في الثانوية العامة يعني هو مش حالة خاصة مش لجنة خاصة ولا مدرسة خاصة هو في الثانوية العامة مروان وحيد أهلاً بيك يا مروان نعم بيك إزايك عامل إيه؟ الحمد لله أنت مجموعك كام؟ جبت مجموعك كام؟ أه بعمية خمسة ونص وبعمية عشر يعني تمائية وتسعين وتسعين من عشر تمائية وتسعين وتسعين من عشر برافو عليك حد كم بيساعدك؟ لا بس نصنع تشغل أخير أخوك كبير أخوك كبير معينا في الستوديو كمان والدة مروان سيدة أمل طاهر أهلاً بيك أهلاً وسيدة أهلاً الحمد لله مبروك لمروان الله يبارك في حضرتك كمان من الشباب اللي موجودين معنا محمود أحمد أهلاً بيك محمود معاك أنت عملت مجموعك كام؟ 300 سبعة وثين ووربعة من عشر سبعة وثين ووربعة من عشر أنت علمي رياضة أهلاً وسيدة وأحمد حمدي أهلاً معلوتك برضو واحد من متفوقين في السنوية العامة مجموعة كامية أحمد لله 9.9.3.10.407 أنت أدبي أهلاً بيك أهلاً بيك طيب هي يعني المسألة بتبقى صعبة شوية مع المتفوقين قوي دول لانه بيبقى هم كل تركيزهم في المذاكرة مروان انت عندك برد صح انا عرفت قبل ما ندخل من انت واخد برد ألف سلام عليك بس احكيلي انت كنت بتذاكر ازاي يعني كنت عامل لنفسك طريقة في المذاكرة او طريقة اليوم بتاعك كان له شكل مختلف كده ولا كان ايه او طريقة المذاكرة معقدة شوية او بيعطيبت على الدروس الخصصية بالكامل او راقص الحركة فيه من ساعة ساعتين او يعني انت كنت بتاخد دروس طول اليوم طول اليوم غير المدرسة او اه وبعد كده انت بتذاكر لوحدك كمان او هاي اه ما كانش فيه مواد بتبقى صعبة عليه كاميروان بصراحة كده مادة صعبة او العربي العربي شوية النحو نعم سهل سهل كده النحو كان سهل طب كويس او في مادة بتحبها مواد بتحبها مواد اكتر بتحبها او مواد اكتر حبها الرياضيات الرياضيات انت علم رياضة كنت بتحضر في الفصل مع زميلك سنة ثلثة لا ما كنتش بتحضر مع زميلك كنت بتاخد دروس في البيت او دروس دروس برا البيت وفيه دروس رياضيات في البيت مم مادام امل هو مروان متميز في الرياضة مش كده الحمدلله هو من صغره اصلا يعني من اول مناطق لقينا لهفة الارقام عنده رهيبة يعني اصلا اتكلم على خمس سنين انا عدت اجربين من ثم امر سنتين انا والده بعدين اكتشفنا في الابتدائي ابتدى طفلة الارقام عنده رهيبة ابتدى كل الشكة ابنك سريع جدا بالراحة هدف الارقام تعشيله الارقام وكده من عنده هي صوبة عنده العربي في النطق او الحوار بعيف في الحوار انه ما عندهش جمل جمل قسيرة ما عندهش تعبير كويس بس لكن كل المواد الحمدلله كان فيها متفوق من صغره وجيف اعدادي قاله انه بقى فيه موجه قال ابنكو في حاجة جميلة جدا وان شاء الله تشوفوا حاجة حلوة فيه لان بيحل معايا المسائل بطريقة مختلفة وصح وبطريقة جديدة احنا نفسنا انبهرنا بيها فخلوا بالكم منه بس فانا بنزبله في السنوي وما كانش نعرف شخص هذه انا الدمج كان طول حياته بنتحين عادي ونحن متفوق في الدراسة كله جينا في السنوي فوجينا في موضوع الدمج ده هاملنا وقلنا عشان هوا بالنزبله يعني الدمج ده كان في السانوي بس بس احنا اعرفamoش والي في السنوي قوله قبل كدا كان في مدرسة وبرضو السن�� المدرسة عادية بس يعني يعني تشغل مبلحاة الدمج عشان بيبقى لهومش الجيش دول من لهومش الجيش بس فده السبب اللي خلانا ايه وافقنا به لكن ابني متفوق من اجليها لا انا بس على المدرسة لا المدرسة عادية جدا مدرسة عادية من هو صغير من هو صغير وفثنوي برضو مدرسة عادية مدرسة صلاح الدين في السنوي بمشهول السوم عادية جدا اميري ودخل اولى وتانية عادي فتل تحضر حوالي شهر او شهر او شهر بعدين تبدل طلبة من الجيش فده السبب لخلاه إن إحنا نرجعنا مدرسين بس برة لكن هو بالنسبة له الحمد لله كله مدرسين من ابتدائي وإهلادي وفي سنوي وفي سنوي بصراحة بقيت طمانوني جدا حالته بتتحسن كتير مع العلاجات والتوتر وكده فابتده يتقابل الموضوع وابتده يتعامل مع الناس كويس فبقى كله مدرسين ويصدقين هتشوفين بتطوق كل ما روح مراوان أخبره هتشوفين بيتكرم هتشوفين بيتكرم فكان حلمنا بصراحة إن إحنا نشوف يتكرم بس ما كانش الأول يفجينا بالأول لا ما هو بيتكرم وهو معينا النهار ما نقولك فجينا بفرحتنا بي يعني ربنا يكرمك في يا رب محمود احكيلي بقى يومك وقت المذاكرة كده كان بيبقى عامل ازاي يعني مثلا بسعى الساعة 9 وذاكر ساعتين قبل الدرس بعد كده الدرس نقود في ثلاث ساعات طبع بردة هتش تروحوا مدانس مفيش مدانس مفيش مدانس عشان كل المدرسين اولة وتانية بينذاكر في المدرسة عادي لكن في ثلاث شواله طالب بيروح فبالتالي ما كش مدرس هيشرح للواحدي أنا مستغربة قوي الحكاية دي طيب كمل أنا أسوء إن أنا أتعبتك تفضل بس بتلاث ساعات في الدرس وبرجع على رايح شوية وبعد كده كم وبعد كده يعني انت بتذكر بس الدرس بتاعك بيبقى الصبح كأنك راحت المدرسة يعني فضبت تعمل جوية الصبح هو بيبقى مثلا ممكن بيبقى ساعة أربعة خمسة آه أصلا كنت بيبقى تسعة بسعة تسعة وبعد كده بروح الدرس ما هو الدروس فيه الدروس والدروس كان بتبقى طول اليوم طول اليوم اه ايه الحاجات اللي انت كنت بتحبها وحاجات ما بتحبهاش انت كنت علمي رياضة برضا اه ايه حاجاتك بتحبها وحاجات لا الرياضة كنت بتحبها بتحب الرياضة اه واللي ما بتحبوش العرب والانجليزي برضو طيب احمد انت عادة بيبقى اه كنت انا ببدأ كنت بنام الساعة 8 بالليل وبصحة 2 الفجر بذكر لحد ستة اه دا انت قلب اليوم بنام بقى وبصحة 10 باخد ساعتين وبعد كده بنزل الدرس وبرجع من الدرس ممكن اذاكر لحد 8 هو فترة اللي انا بذاكر من 8 الاتنين ديات كانت في الترمي التاني بس لان كان المواد دا بتبقى اكتر فعليا مذاكرة اكتر بس هو في الماكسيمم يعني عشرة ساعة كلين مذاكرة مثلا اه وكان في برضو مواد بتحبها مواد لا هو العرب برضو كان هو انا بحبه بس هو كان كبير جدا يعني ضخم يعني مليان كتير فهو بس كان اكتر حاجة صعبة العربية عندنا وبنحب بحب الفلسافة والعلم النفس والتاريخ والجغرافيا والمواد الادبية انا انت بتحب كله يا انا المواد الادبية طيب مروان مين كان بيشجعك في البيت؟ يعني مين كان تحس كده انه بيديك بيديك دفعة قوية القدام؟ الاسرة كلها الاسرة كلها محدش كان بيذكرلك في البيت ولا انت كان بس المدرسين؟ انا اللي مزاكر في البيت لوحدي لوحدي وفيه مدرسين بيساعدون اه لكن مفيش انت قلت لي كان اخوك ساعات بيساعدك؟ اه في اخر تلات شهور في اخر تلات شهور اه هو شادر زيك في الرياضيات؟ ولا لا؟ انا مش عايف ما عنديش فكرة في الماضية اه وكل انا عرفه خريك في الدجارة اه خريك الدجارة اه ده هو يعني متخرج اه طيب كيس طيب انت نفسك تعمل ايه بقى؟ احنا دلوقتي خلصنا السنوان العامة انت عايز تعمل ايه قدامك؟ لسه ما قررتش مش عارف هتتخد ايه جامعة؟ او يعني تدخل ايه كلتي؟ هندسة بترول هندسة بترول الله هلو قوي انت بتحب المجال ده؟ ما بعطقتش ياه بس اشوف لسه مش متأكد يعني مش متأكد طيب اه حد في البيت بيقولك عايزك تبقى مهندس عايزك تبقى دكتور عايزك تبقى يعني حد اه نفس مهندس نفسك تبقى مهندس طيب طيب مدام امل ايه الاوقات الصعبة اللي كانت بتبقى مع مروان؟ اكيد في اوقات كانت بتبقى صعبة كان لما حس باحباط انه انتحن انتحن شهري او حاجة او اختبار في الدرس وحس ان نزل درجة او نص بيجي زعلان جدا وانا انا كده فاشل انا كده مش نافع ليه حبيبي كده يقولي لأ انا سقت كذا ما سقتش ده نص درجة يا مروان لان هو حياته الرياضة يعني حياته الدراسة مالوش اجتماعيات مالوش اصحاب فهي ادرسه بالعبش الرياضة لأ كنت بالعب وكراتير فترة لحد اهدادي وبعدين قعد فالمداري بحطي كان زعلان قلت له معلاش صحيا انا مجهود ومروان بيأكل اكل خاص جدا وخفيف جدا فالرياضة عايزة مجهود ودراسة وكده وزغزة فقلت له معلاش كيفية لحد كده وننتبه لدراسة انا الحمد لله خليناله في سنوية عامة سنة عادية جدا وطبيعية جدا لانه هو من نوع اللي طبقته حلوه في المذاكرة عايز عايز نهايذاكر مش هايذاكر خلاص فبيذاكر ساعة اثنين هو اللي كان بيقرر مع نفس انا كله بس ياما روانت ذاكر خلاص ماما يعني ايه خلاص ماما افهم ايه هو مش عايز اه خلاص ماما افهم خلاص وقت ما يحبي بيخش لان التابلت واخد وقت كتير بس الحمد لله لحظة مذاكرته قليلة بس بتركيز فعشان كده كنا هديين يعني على قد ما نقدر انا او بابا او اخته اخته بصراحة كانت مراعية جامد اه خلاص اجمع برضو فانا ببقى في شغلي برجع على اه هي مراعية موديا الدرس سأل عني رجع مئة كلاه اه حبي زاكن خلاص يعني بصراحة اسره الحمد لله انت ناس حلوين بتحبك يا ماروان كتير مش كده طيب اه محمود اه انت كمان عايزت يعني مخطط تدخل ايه هندست قهرة هندست قهرة تخص معين احابب حاجة معينة ولا لسة كان مين بيشجعك في البيت والدتي و والد اه كانوا بيشجعوك ولا كانوا انت مابتذكرش انت اصلا دايما نحت عندنا الجمل دي اه الساعة او كانوا ساعة وبعدين بقى لما جبت سبعة وثانين واربعة من عشرة كان ايه رد فعلهم وانت علم رياضة كمان كان ايه رد فعلهم بقى لا او فرحوم وديت عاياتي تطوية يا حبيبتي اه لكن انت كنت بتبقى يعني متضايق انو عامين يقولك زاكر زاكر ولا انت متقبل او فاهم هما بيحسين بايه وفاك بيفاك لا اكت هو بيوترك الكلام طيب واحمد اقولي برضو انت مشاريعك عايز تعمل ايه يعني ان شاء الله دخلت ألسن عين شمس اللي فستخصص في اللغة الصينية لغة الصينية اه اش معنى اللغة الصينية يعني عشان الصين هي دلوقتي اقوض اولا في العالم اقتصاديا شايف ان الفرصة تبقى احسن ان انا لو تعلمت لغتهم وفهمت ثقافتهم بربعا عليك اا اقوى دولة بصودييا وعسكريا من اقوى دولة العسكرية بس قنت عايزة اتدرس بقى تاريخهم وعرف لغتهم وكل حاجة عليهم بس ضعب يا دي السنة واوكأ اهي صعبس ان شاء الله ان شاء الله واوالي يجيب تسعة وتسعين ده مش مش Çايبه صعب تسعة وتسعين ده مش مش هيبه صعب طب قولي البيت بقى بيتعامله ازاي معك وقت السنة؟ هو الصراع كان البيت مهيأ جداً يعني كانوا عارفين لما هبدأ اذاكر كله بيسيبلي الوضع بتاعتي مثلا اذاكر فيها محدش بيقلقني وكان طبعاً والدتي تعبانة معي جداً طول السنة ووالدي طبعاً اكتر يعني كان هو اللي بيصحيني وكان كل دايما لما كنت تظبط وقت عليها حاجة كان هو اللي ظابتلي ووقتي وكانوا بيسمعولي وبيراجعولي كانوا مساعديني واخواتي برضو كانوا مساعديني في البيت ومدرسين يعني الحمد لله كان الجو كان مهيأ ان انا اجيب مجموع وذاكر الحمد لله واما جبت بقى المجموع ده كان اي رد فعله؟ يعني كله وقع على الارض وسجدنا ومحدش كان مسادة طبعاً والبيت كان كله فرحان والعيط في البيت والحمد لله يعني الحمد لله ربنا يا ربي خليكوا دايماً تفرحوا اهليكوا يعني مفيش اجمل من اللحظة اللي الام او الاب بيحسوا انه ولادهم متفوقين ونجحين صح يا مده امه؟ الحمد لله عشان انا امه برضو عارفة الاحساس ده لا 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 رحيبة وحلوة وممتعة ممتعة مفيش احلى من النجاح واحلى فرحة النجاح انت معرفتي بقى انه ماروان جاب المجموع ده الحمد لله كنا بنتمناها وكت قابلا بيوم جبعة كنت بسجد لربنا في الفجر يقولي يا رب اشوفه من الاوائل يا رب يفرح بابا بيه لان وحيد تعب مع جاند معه برضو من عمره سنتين بيشيله على كدفه فكت بتمنها لراحة بابا لان بابا كان نفسه فيها فما جال للخبر جل والده هو بيران السيد الوزير بيتصل فبيقوله ماروان قاله لا انا والده قاله طب مبروك ماروان ان شاء الله الحمد لله تفوق وبقى اول جمهورية رياضة دامج السيد مزير اللي كلمكم اه كلم بابا فانا بقاش قادر يا الله اكبر بسم الله ما شاء الله الله الحمد لله على هسه جامدة اتصل بيه في البيت افراحي افراحي ابنك رفع رأسنا يا حبيب وربنا كرمنا فيه بقاش مصدقة بقيت الله اكبر الحمد لله الحمد لله اخو قالي الحمد لله يا ماما انا كنت متأكد من كده انا كنت حاسس يا اخوك كبير كان جنبي اخته بقت في حال الزهول بتقولي الحمد لله جينا بعدها بشوية هديت بقوله يا جماعة اهدوا يكوني في كاسة حد عامل فيها فاس فرق اتصلت تاني قالي بقولي جاي بربعمية خمسة ونص قالي رقم جلوسه يعني مجموعه عايز ايه تاني بتقول لهم صلى عنا بيه سجدت ودعيت ربنا شفت يا ماروان بقى فرح وبيك ازاي ما عيفتش مع وضوع الي انت مكنتش في البيت ساعتها ما كنتش في الجده اه شفت حصل فيهم ايه بقى بسوابك اه هه ما بقاش مسدى اخوه اصلا اخوه رح قاله كان هو عندي جده مع بلاد خاله الماروان انت عملتها ہبيهث الاول قال له مش مسدىك تاصر بالمسطر بتاعه اخويا بيقول الي كذا قال له مبروكي ماروان انت الاول صح مسداش لديه بربو عليك يا مراو بجد بربو عليك عايزة أسألك بقى إنت إيه يعني إيه الحاجات اللي إنت بتحبها يعني إنت نفسك تعم غير إنك تدخل تبقى هندسة بترول لا إيه الحاجات اللي نفسك تحققها حياتك كده سؤال صعب ده صعب ما حددتش بس رياضة أفضل إنت عندك موهبة في الرياضة يعني ربنا مديك موهبة في الرياضة صح؟ مخك بيشتغل بسرعة في الحسابات وفي كده صح؟ صح طيب أنا هكمل كلامي معاكو اسمحوا لنا هنخرج فاصل صغير ونرجع نكمل كلامي